الى اجدير حيث قتل شخصان وجرح 26 اخرون من بينهم اربعة اصابات بليغة على اثر حادثة سير وقعت صباح اليوم نجمت عن انقلاب حافلة لنقل عاملات وعمال احدى وحدات تصبير السمك على مستوى منطقة انزا وقد تم فتح بحث تحت اشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث اشتركوا في القناة